يعني في الحقيقة في وسط كل الأخبار اللي بتوصلين عن الأزمات الاقتصادية والتضخم اللي بيحصل في العالم كله يعني مش هنستثنى دولة بعينها بالله إن فيه خبر مهم الخبر ده بيدينا طاقة إيجابية وتفاؤل حول أداء الاقتصاد المصري إلا حصل إمبارح وكالة ابن بيرج نشر التقرير التقرير ده قالك فيه توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص اقتصاديات الدول الإفريقية التقرير قال إن مصر هتبقى تاني أكبر اقتصاد في إفريقيا خلال 2022 وده بعد نيجيريا ويتوقع إن حجم الاقتصاد المصري يوصل لـ 435 مليار دولار وستة مليون دولار وده هيكون خلال السنة دي 2022 صحيح عبدالسامة مش بس كده ده كمان صندوق النقد توقع إنه مصر هتسجل معدل نموه السنة دي 5.9% رغم إنه متوسط النمو العالمي هيكون في حدود 3.6% علشان كده الاقتصاد المصري هيكون واحد من أفضل معدلات النمو في 2022 والحقيقة إنه مش بس صندوق النقد اللي بيقول الكلام ده معظم المؤسسات الدولية أشادت بمرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات اللي بتحصل في العالم كله سواء قبل كده أزمة ويروس كورونا أو حالياً الأزمة الروسية الأوكرانية كل دي يعني تقرير بيأكد إنه إحنا ماشيين بخطوات ثابتة بنتكلم على إشادات الإشادات بتقول يعني بتقولها المؤسسات الدولية تحديداً عن الاقتصاد المصري وبتعكس الإشادات دي إنه إحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح وإن الإصلاحات سواء كانت الهيكلية تحديداً كمان للاقتصاد المصري هي حائط الصد أمام أي أزمات عالمية أو على الأقل يعني بتقلل من حدة أو بتقلل بشكل كبير جداً من تأثير الأزمة على المواطنين في يعني ظل أزمة التضخم والأزمات العالمية اللي موجودة بكل تأكيد والفضل في ده يرجع للإصلاح الاقتصادي والهيكلي اللي قدر إنه يصحح المصار ويدي دفعة النوية كبيرة في كل المجالات ويفتح الباب كمان قدام المشروعات القومية اللي بنشوفها دلوقتي في كل القطاعات واللي بدورها بتخلق فرص عمل كتيرة للشباب مش بس مشروعات قومية هدير يعني وفرت وقللت معادلات البطالة في مصر بنتكلم على حزم من التحفيزات الحكومية للاستثمارات بنتكلم كمان عن إجراءات حمائية تمت علشان تخفف بشكل كبير من أي تدعيات بتخص أزمة التضخم العالمية على المواطن المصري بالإضافة كمان لأزمة سلاسل الإمداد يعني بصراحة كل ده خبر أو كل دي أخبار وأنباء بتدينا نوع من أنواع التفاؤل بتدينا وبتأكد إن إحنا ماشيين على الاتجاه الصحيح لشان كده بنصبح على حضراتكم وصبح الخير يا مصر